يرجى الإصلاح من المصلحين أو حتى من كثيري الأخطاء لكن عند انقطاع الأمل لا تحتمل التفاسير وجوها متعددة سواء بوجهها الطبي لا ينفع معه إلا الاستئسار بعد طول احتضار وجلسات إنعاش طويلة تدخل العملية السياسية في العراق غيبوبة أخرى من الصراع على المناصب والمكاسب تحت شعار الإصلاح الكبير وهذا الشعار أفردت له مجلة فورين أفرز الأمريكية تقريرا استهلته بعنوان إن إصلاح العملية السياسية في العراق مستبعد إلا بتدخل شعبي تقرير المجلة استهجن الآمال على إصلاح نظام فاشل بأكمله بالاعتماد على فرد أو فردين مستعيدا سردية المأساة المتكررة عندما حل المالكي محل الجعفري رئيسا للوزراء ليدخل العراق في ثماني سنين أقل ما يقال عنها إنها عجاف ثم تنصيب زميله بحزب الدعوة حيدر لعبادي مكانه عام 2014 صارت البلاد وقتها مسرحا لحرب ضروس أتت على مدن كاملة وشردت الملايين حتى أفضل السياسيين نية في العراق إن وجدوا فهم بحسب المجلة يقفون عاجزين أمام نظام المحاصصة الطائفية الذي يتحايل على الدستور ويهمش دور البرلمان من خلال منح السلطة لزعماء الأحزاب لتوزيع المناصب بدءا من رئيس الجمهورية وليس انتهاءا بالمدراء العامين مستشهدا بأحداث انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان قائلا إن انتخاب برهم صالح ومحمد الحلبوسي بدى وكأنه انتصار سياسي لكن المكائد التي تلت تشير إلى أن الأمر برمته كان نتيجة لاتفاقية محاصصة أخرى أبرمت في الغرف الخلفية كما حدث في السابق وهذا ما نزع الشرعية عن حكام العراق الجدد ونفر الغالبية العظمى من السكان عن النخبة الحاكمة وتختم المجلة تقريرها بالقول إن الشعب العراقي جاهز للحشد من أجل الإصلاح فالعراقيون يتظاهرون بشكل مستمر ضد الفساد ويمكن إعادة زخم المظاهرات مع انعدام أي أمل أو فرصة بالتغيير أو الإصلاح أصوات الشعب الواحد والفطرم واحد واحد